هذا أيضاً مما يكثر وتعم به البلوى كثير من الناس يأخذ الزيتون الحب لأنه قليل وصاحب المعصر يقول لها أنت زيتونك هذا من قدش نحرك عليه المكينة قداش هو يوزنا ويقول لهذا مقدار متى عشرين لتر يعطيه بدون عشرين لتر زيت يبدل له الزيت بالزيتون بيع الزيت بالزيتون هذا عنده أكثر العلم لا يجوز حرام لأنه يدخل في المزابنة المزابنة التي عرفوها ذكر حديث عبد الله بن عمر يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر والكرم بالزبيب وعرفها لمن مالك بيع مجهول بمجهول أو معلوم بمجهول تسمى مزابنة مزابنة قائمة على الغرر وعلى القمار حرام لا تجوز وأرد النهي عنها في الأحديث كثيرة لما سئل عن بيع رطب بالتمر قال أينقصوا إذا جفق أو إنعم قال فلا إذا لأن المماثلة في الربويات لابد منها والمماثلة غير متحققة بين الرطب والثمر بين الثمر والتمر الثمر الرطب ميزانه واللكيله إذا أكلته بتمر قد يظهر لك هكذا في الأيان أنه مساوي لك إذا جففته لا تكون هناك مساوية لا تكون هناك مساوية إذا أنت بدلت كيلو رطب بكيلو تمر هذا كيلو الرطب إذا جففته يطلع كيلو إلا ربع معنى أنت ربوي بربوي بدلت بغير متشاوي غير متماثل هذه المزابة وإذاك لا يجوز عند علمان وعند غيرهم أيضا كثير منها العلم أو الجمهور كلهم يقول لا يجوز بيع يعني الزيتون بالزيت ولا الرطب بالثمر أبو حنيفة انفرد بقول في هذه المسألة قال يجوز بيع الزيتون بالزيت إذا كان الزيت فيه زيادة واضحة على مقدار ما يخرجه الزيتون كان الزيتون هذا عادة يطلع خمس إترات وعطاك سبع إترات قال لأن هذه الزيادة هي مقابل ما يخلفه الزيتون من مخلفات يسمحني الفتورة أو يسمى التمل هذا اللي أعطاه لك هو مقابل يعني ما يأخذه فصار هناك تعويض صارت هناك مماثلة حقيقية عنده عندما أعطاك ست إترات بعد خمس بدل خمس إترات فالمماثلة عنده تحققت بين الست إترات وبين الزيتون اللي يشمل زيته ويشمل ماء مخلفاته فالمماثلة عنده متوفرة وهذا مبني على مذهبه في أنه يجوز مسأة مسأة التي تسمى مد عجوة يعني مد عجوة شين معناها؟ معناها أنك تبيع ولا تبدل مد عجوة مد من التمر ومعه درهم بدرهمين عند علماء لا يجوز لأن المماثلة غير متحققة هل الدرهم مقابل الدرهمين يماثله ولا يماثله بايد يقول ليه الدرهم معنا مد من التمر العجوة يقولك هذا مش متحقق قد يكون يساوي الدرهم الناقص وقد يكون أكثر وقد يكون أقل والشك في التماثل كتحقق التفاضل لا يجوز لكن أهل العراق جوزوه وبناء عليه جوز أبو حنيفة أنك تبدل الزيت بالزيتون والإمام مالك لما سئل عن مسأة مد عجوة قال كنا نمنعها وأهل العراق يجوزونها ولكن رأينا أن عمت بها البلوة فأجازها مالك المرة في دمسوهل وقالوا تجوزه لا محمول على ما إذا كانت حاجة قليلة ليس شيء كثير شيء قليل مماثل بين العين والعين متقالبة والزيادة من الصنف الآخر هي قليلة لكن إذا كان مثل تتكلم عن خمسين كيلو حب وتأخذ مقتال زيت هذا لا يجوزه الإمام مالك فإذا الغرض أن هذه المسألة وهي تبديل الزيت بالحب وما يوصره اللكش يبيع حلك من لو يأخذ منك الحب ويعطيك الزيتون هذا جموء أهل العين لا يجوزونها للمهي عنها لأنها مزابنة وقمار وغرر وليست هناك مماثلة بين الرطب واليابس الرطب لهو الزيت واليابس لهو الحب لا يجوز بها الرطب ليابس هذه القائد العامة لأنها مزابنة ولأنهما ربويان والمماثلة بينهما غير متحققة ترجمة نانسي قنقر